من الحاجات اللي ما بيختلفش عليها اتنين هنعمل مع بعض المكارونة بالبشاميل من فينا ما بيحبهاش وما ينفعش صفرة كده او عزومة من غيرها لما بتحب تكفئ حد من حبايبك وتعزمي لازم السنية دي تكون موجودة على صفرتك كوم البشاميل ممتاز جدا وطرية كده وعايز اقولكو طعمها حاجة كده من الاخر يلا بينا نتابع كده الفيديو بس ياريت كمين معي الفيديو للاخر وفي تفاصيل وتكات لو اتبعتها ان شاء الله بعد الفيديو ده هتعمليها باحترافية وهتعتمد الوصفة دي عندك بازن الله يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول لو اول مرة تشوفيني انا بس مفاضي بتمنى تنوريني باشتراكك في القناة وبتمنى لو استفدتي من الفيديو تعملي شير وتشاركيه كده مع كل حبايبك علشان كلنا نستفاد ولايك حلو عشان يدعم الفيديو ويوصل لاكبر عدد ممكن يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في وصفتنا على طول هنسمي اللاو اول حاجة هنعملوها مع بعض اللحمة عندي كده زي خمس معالق او ست معالق من الزيت عايزة تستعملي سمنة عادي عايزة تستعملي الاتنين او زبدة برضو المتوفر عندك اعمليه وعندي بصلاية متوسطة مقطعها مكعبات وهديها تشويحة بسيطة خالص مش هحمرها ولا اي حاجة اللحمة بتاعت البشاميل مش محتاج ان انت يتحمري البصل بتاعتها مجرد بس هدمجها كده مع الزيت او اي نوع مادة يعني دهنية انت حبيها وهبتدي انزل فيها باللحمة انا ما حطيتش اي توابل دلوقتي خالص هبتدي بس كده افرق اللحمة كده واسبها كده من بعد بدل ما هي مجمدة وهبتدي افرقها كده لغاية ما تتفكك كده معي خالص وادمجها مع البصلة وبعد كده نحط التوابل بتاعتنا هنا بقاها تعمها كده بملح وطبعا الملح ده على حسب زوقك المعلقة دي صغيرة اصغر من معلقة الشاي العادية فدي اعتبر نص معلقة من الفلفل اصمر ونص معلقة من الملح ونص معلقة من السبع بهرات ورشة بسيطة جدا من القرفة لو انت حب ان انت استغني عنها استغني عنها هبتدي قلبهم وهسيبها كده تاخد تشويحة 100 دقيتين وبعد كده عندي طمطمتين انا بشرهم بالمبشر عايزة تدربيهم في الخلاط عادي هيدوني لون حلوة قوي للحمة وكمان هيدوها تطعيمة حلوة قوي لو انت حب ان انت ادي فيه فلفل الوان او اي نوع فلفل انت حبت دفيه في الوقت ده دفيه لو حبت دفيه شوية كده زاتون مخلي برضو دفيه اي حاجة هتديها تطعيمة حلوة برضو على حسب زوقك وعلى حسب الحاجة اللي انت بتحبيها سبتها بقا لما تاخد سويها خالص وبعد كده ابتديت كده اكشف عليها يعني بقلبها الحمد لله ما لزقتش وطلع لونها مغمقش ولا اسود زي ما حضرتكم شايفين لونها محمر وطبيعي كده وحلوة قوي وسبتها بقا وهنا عندي مية بتغليه مش شرط ان هي تغلي قوي عادي يعني هحط فيها معلقة كده صغيرة من الملح وزي معلقتين كبار من الزيت وهتديهم تقليبة وهنزل فيهم بنص كيلو من المكارونا اللي قليم طبعا الكميات دي على حسب ما انت عايزة تعمليها ده نص كيلو انا مش هسلقها سلقة كاملة يضوبك كده نص سوا اللي هي خدت كده غلوتين وبعد كده سبتها لان هي لسه هتكمل سوية في البشاميل وفي الفرن فعشان متتهرش منك وهنا كده خلاص ابتديت ان انا كمان اختبرها لقيتها يعني اللي هي ايه زي ما قلتلكه زي نص سوا كده مش سلقة كاملة خلاص بقا كده هنزلها في مصفة مش هخسلها تحت الحنفية ولا اي حاجة في الوقت دوت خلاص كده انا خلصت من المرحلة دي وهاخد الحلة بتاعتي هي هيها هنعمل فيها البشاميل هنا انا بورها لكم وانا سايبها زي ما هي مش هتفتواش عندي الحلة بقى دي هحط فيها زي تمن معالق كده من الزيت تمن معالق سبع معالق برحتك طيب سبع معالق من الزيت هتحط يقصدهم سبع معالق من الدقيق او حتى لو زودتي او قللتي برضو هم هم نفس المعالق الزيت هي هي نفس معالق الدقيق علشان البشاميل يطلع معاك كويس جدا ويطلع كده كريمي وبطعمه حلو هنا بقى هبتجي اشرب المواد السيلة بتاعتي او المادة الدهنية بتاعتي بالدقيق هشربهم خالص كده واحس ان الدقيق ان ده مجم فيش لون ابيض كله كده بقى لون واحد وبعد كده عندي رتل من اللبن ولا هو سخن ولا هو طالع من التلاجة اللي هو يعني كده بالدرجة حرارة المكان اللي انت قاعدة فيه هنا عندي كيلو من اللبن انا حب ان انا ازود البشاميل وحتى لو بيتبقى عندي ما بيش غنيش بشيله في الفليزر وبستعمله في حاجة تاني فهبتدي ازود نص يعني زي كوباية كده او كوبايتين من الميا عليهم لو في ناس بتحب تزود شربة برضو تمام برحتك بس انا بحب ان انا ازود ميا مع اللبن او اللبن صوفي يعني حسب الكمية برضو اللي انت هتعمليها تابلته بايه؟ بالملح وفلفل اصمر مش اكتر من كده فبحبش في البشاميل اديف اي اضافة اكتر من الملح والفلفل اصمر الملح برضو على حسب زوئك والفلفل اصمر زي نص معلقة كده صغيرة وبرضو انت بتقلبيه اختبريه وشوفيه لو عايز ملح ولا لا اهم حاجة بس ان انت وانت بتحطي اي مواد صيلة على الدقيق ايدك التانية بتقلب بسرعة بسرعة علشان ما يعملش كده يا كلكية هنا كان معايا يعني ابتدى كده ان هو يتقل شوية انا بحب الكوامده انا ما بحبهوش يعني تخين قوي كده لا انا بحب الكوامده جدا لان كل ما بتسيبه كل ما بيدخن اكتر خدت بقى شوية كده بعد ما طفيت عليه على المكارونة وهبتدي ادمجهم مع بعض هفكت كده المكارونة من بعض بالبشاميل في الوقت ده عندي سنية ما تدهنيش تحت كده اي حاجة ولا سمنة ولا زيت هي زي ما هي مش هحط بس غير كده مغرفتين او تلاتة من البشاميل وهوزعهم في السنية طبعا مقاس السنية على حسب الكمية انت عاملة كيلو وعملة نص وانا دي عندي السنية الوسط كده فهبتدي كده احط طبقة يعني من تحت خلص بشاميل وهحط نص المكارونة وهبتدي اوزعها توزيع كويس اوزعها توزيع كويس ازاي ان ما تخليش المكارونة مكالكع من حتة وفضية من حتة حاول ان انت تغطي كل السنية كده وتكون الطبقة خفيفة ما تكونش كده طبقة تخينة فوق بعض علشان تطلع معاكي طعمها حلو وما تطلعش القطعة القطعة البشاميل اللي تخينة قوي وتكون في حتة كده زيادة وحتة خفيفة فلازم ان احنا نسويها وبعد ما ساوتها نزلت تاني بالبشاميل زي مغرفتين وبعد كده هبتدي ارس بقى اللحمة بتاعتي بالشكل ده برضو نفس الحكاية هوزعها توزيع كويس احاول املك كل الفراغات واغطيها كلها كده وخليها سوا واحد ما تخليش فيها حاجة نزلي كده كل حاجة منها كده تمام في الوقت ده لو انت حابة تضيفي جبنا مزاريلا ما بين كده في نص الطبقات ضيفي فاحنا حابين يعني ان احنا نوفر على قد ما نقدر فهنضيف على الوش بس وبرضو مش اول ما بنخلصها هقولك بعدين هنا هعمل ايه دفت مغرفتين او تلاتة من البشاميل على اللحمة علشان كده تطلع معاك الكتعة متماسكة وبتطلع حلوة قوي وطبعا انت عايزة تستغني عن الخطوة دي وتحطش المكارونة على طول على اللحمة عادي تمام كده كده البشاميل برضو هيوصل لتحت وهبتدي احط الطبقة التانية ونفس الحكاية هبتدي ارصها كده واسويها كلها ما خليش فيه فراغات وما خليش حتة عالية وحتة وطية وبعد كده هنزل بالبشاميل غرائيها بقى بشاميل طب هعرف ازاي ان هي كده خدت كفايتها بس هنا انا كنت بوريكم ان هي كت عملة تعمل باللونية كده بقى كده ان هي كت بتنزل والبشاميل اللي بيتشرب فما تمليهاش وتروح يدخلها على طول الفرن سيبيها شوية كده لما تنزل كده وتعمل انا كنت بحاول اقرب لكم الكاميرا عشان اورها لكم بس كانت كده بتنزل فانا سبتها شوية وبتديتها هزها كده علشان كل البشاميل اللي ينزل لتحت واشوف هي محتاجة تاني ولا لا انا من الناس اللي بحب البشاميل اللي بتاعها بحبها كريمي بحبها طرية ما بحبهاش نشفة لان هي كده كده لما بتقعد عند اكتبات او حتى لما بتبرد بتبقى قطعة متماسكة فانا بحب البشاميل اللي بتاعي يكون زيادة شوية لو انت عايزة تقليلي البشاميل العادي حطيتها في الفورن وبعد كده مبتدت الحروف بتاعتها زي ما حضرتكم شايفين كده اللون هيغير جبت عندي جبن مزاريلا وبتديت ان انا احطها على الوش طب انت ما عندي كش جبن مزاريلا ممكن تعملي ايه؟ ممكن تسيبي كده زي ربع كباية او نص كباية من البشاميل وتحطي عليهم بيضة وتحطي فلفل اصمر بس كده من شوية صويرين علشان الزفارة وتحطيها على الوش بديل الجبن المزاريلا طبعا يعني كده اوفر ويجي لو عايزة جبن برضو تمام ابتديت بقى ان انا حطها كده على الرف الاوسط هي ما بتاخدش وقت خالص ولو ما تكيش لون تقدر تشغلي عليها الشوية من فوق ما خدتش وقت مش هقدر حددلك الوقت لاني بتختلف من بتجزل تاني بس هي يعني ايه؟ يعني ما بتكملشه نص ساعة في الفورن وتمام كده تلعت وبقت زي الفل وهنقدمها مع بعض بقى عايزة اقول لكم ان كانت كمان ريحتها تجنن لو عايزة بقى تسيبيها تبرد خالص علشان تقطع كده قطعتها سيبيها بس هي ما بتتاكلش غير سخنة وبتتاكلش كده غير وهي بقى كريمي وطرية كده حاجة بسم الله وان شاء الله كمان الجبنة بتشد كده وعايز اقول لكم كانت تعمها بجد بجد حكاية بتمنى كده الوصفة تكون سهلة وخفيفة من نسبالكم وبتمنى ان ننسي تجربيها وتكتبي ليه في الكومنتات انت بتعمليها كده ولا في طريقة مختلفة علشان ان شاء الله كده كلنا نستفيد بصوا بقى هي مش عايزة اطباق ولا عايزة كل الحاجات دي هي مصنية كده على طول بتتاكل اكل فبالهانة والشفة طبعا للاكلها وبتمنى طبعا ان انتوا كده تدعموني باللايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن ولو مش مشتركة في القناة بتمنى تنوريني باشتراكك فيها اعلى حاجة فعلي جرس التنبيه على كلمة الكل عشان يوصلك كل حاجة انا بنزلها واسبكم في حفظ الله مرسلين